اشتركوا في القناة طبيعي ممكن تقول لي صلاة صيام صدقة حج زكاة طيب اذا قلت لك بمفهومك هذا بس هذه العبادة اذا قلت لي ايه فمفهومك العبادة ناقص لأن العبادة اكبر واشمل من شذيه خلنا اقول لك مثال عشان تفهم انا شو اللي ابي اوصله لك انت خلال الاربع وعشرين ساعة اللي هو في اليوم مجموع ثلواتك الخمس اذا كنت تتفعل خاشع وعابد ما رح تتعدى الساعة ساعة واحدة طيب وباج اليوم 23 ساعة بتصوم فيها كلها بتحج فيها كلها طبعا لا اللي اقصده انك انت ممكن تخلي حياتك كلها ومراساتك اليومية كلها عبادة وكل ساعة في يومك عبادة بشرط انك انت تربطها مع بعض وتربط هذه الامور بربك الله سبحانه وتعالى لازم بتقول لي شون تربطها نربط الامور هذه كلها بالعبادة مثال ثاني عشان همسك تضح لك الصورة على سبيل المثال انا وليدي عبد الرحمن الله يحظه يحب يلعب كرة القدم ولما يلعب كرة انا احب اكون معاه والعب معاه كرة واستانس معاه طبيعي بتقول لي فهدي شفيك انت متناقض مع نفسك طبعا كنت تلعب هذا ومعرف ايش ورا ضيع وقتك والامور هذه كلها وراح انت قاعد ضيع وقتك باللعب لا 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 انا ابدا ما ضيعت وكتي بالعكس هذا اللعب اللي انت قاعد تقول عنه مضيعت للوقت وهو عبادة اولا قاعد يلعب مع ولبي اللي هو حق علي فانا باذن الله ربي راح ياجرني لانهو له حق علي ثانيا انا قاعد استمتع وامتع نفسي وكلنا نعرف ان الموضوع ساعة وساعة وكذلك قاعد امارس الرياضة واحتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى وتقوى فيها للعبادة لانهي حق مثال ثاني النوم ترى شفت لما انت تروح تنام ممكن انت تخلي هذا النوم عبادة بتقول لي صاح نوم الظالم عبادة لا 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 انا مو قصدي شديد انا قصدي انك انت لما تنام تحتسب الاجر ان انا بنام عشان جسمي يتاح بحيث ان لما اقوم الصبح اكون مستعد للحياة والعبادة الصحابي معاذ بن جبر رضي الله عنه كان يحتسب الساعات اللي ينامها فيه حسناته مثل ما يحتسب الساعات اللي يقوم فيها بقيام الليل فكان يقول انني احتسب نومتي كما احتسب قومتي القصد من هذا لما تنام عبادة يعني تاخذ الراحة عشان تقوم مثل ما قلنا للحياة والعبادة واقصد هنا للحياة والعبادة اني اقوم لعملي لشغلي لدوامي كم واحد تفكر انه ممكن روحتي انا بطريجي لعملي ممكن يكون الموضوع عبادة اذا فعلا انا فكرت بهذا الموضوع اني انا قاعد اشتغل لعبادة الله سبحانه وتعالى بس بتقولي انا اروح الدوام واقعد على مكتبي والناس تيني وشغل تقريبا نص يوم وين العبادة بالموضوع شوف يا طويل عمر لما انت تقعد على مكتبك وتخلص معاملات الناس بلطف وابتسامة وصدرك وسيع عليهم هذا الشي بيدخل بموضوع العبادة وانت محاس خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعه وهو يقول اللهم هذا من يعني الدعاء هذا نحط تحت مليون خط احمر لانه جدا مهم وايد ناس الاسف متناسته ومعرفته النبي صلى الله عليه وسلم دعه ويقول اللهم من وليه من امر امتي شيئا فشق عليه يعني تعبهم يعني شقاهم اللهم فشقق عليهم النبي يدعو على منه على هذاك اللي يشق على الناس هذاك اللي قاعد في مكتبة ويقول شغلك مو عندي عند فلان وهو يقدر يسوي جغلة على هذاك اللي يقول يا فلان هذه معاملات يبقك بس يتوقع وتخلصها يقول لك والله تعال لي باشر النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليك وهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من وليه من امر امتي شيئا فرفق بهم اللهم فرفق به شفت الشون الفرق الكبير بين هذا وهذا الأول رايح الدوام اسمه انهم داوم عشر راتب آخر الشهر والترى بيده يخلص معاملات الناس مثل ما قلنا لكنه هو عسر فالله سبحانه وتعالى رح يعسر عليه والثاني اللي تبارك الرحمن يخلص معاملات الناس ولي تبارك الرحمن الله يكثر من امثاله يداوم محتسب الأجر أنه لما يخلص معاملات الناس ويساعدهم ويسهل أمورهم الله سبحانه وتعالى بيهاجره النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرفق مثل ما رفق بالناس وما عطلهم فكل ما تفعله في حياتك حتى بعملك ممكن يكون عبادة إذا أنت أخلصت النية لله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع صحابته فشافوا الصحابة رجل بخم البنية وعند عضلات وكان يشتغل جدامهم بجهد واجتهاد يحفر بالصخر عشان لقمة العيش فلما شافوه الصحابة أنه يشتغل مشتهد وقوي جدا وعضلات وما أدري شنو فقالوا له الصحابة يا ليت يوم خلق قوة وجهده في سبيل الله شافوا من نبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن كان يسعى على صغاره فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان للأسف اليوم الواحد لما يبحث عن وظيفة يبني تكون الوظيفة لا يوجد فيها شغل نهائيا يبي شغل ليس حالك مثل ما نقول يروح يوم وقيه بسبوعين أو يبي مكان الناس تشوف أنه مكانه منصب كبير همه نظرة الناس له همه والله مكتبي فيه طلالة ولا ما فيه طلالة مكتبي لما الناس يوني هل الأثاث حلو ولا الأثاث مو حلو هل المزهرية بها الصوب ولا موها الصوب هل هذه أمور كلها كماليات أنا أتفق معاك أن حلو هالشيء لو وجد ولكن شنو فايدته وإنت ما أخلص نيتك في هذا العمل بأنهى عبادة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى أنت تدري أنه ممكن العامل البسيط اللي يصب لك الجاي والقهوة اللي أنت تشوفه بسيط جدا لكن قد يكون عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا وممكن يكون عند الله سبحانه وتعالى أعظم منك أنت فهو جعل عمله لله سبحانه وتعالى عبادة لأنه رب أسره وعيل أسره ويصرف عليهم فهو جعل عمله في سبيل الله في يوم من الأيام عمر بن خطاب رضي الله عنه دخل المسجد وشاف ثلاثة وهذول الثلاثة قاعدين بالمسجد وكل ما يروح المسجد يشوفه بغير وقت صلاة سأل الأول من وين نتاكل يعني رزقك من وين يي عندك وظيفة تشتغل ولا شو موضوعك أنت فقال لأنا عبد الله فهو يأتيني رزقي كيف شاء يعني أنا عبد عبد من الله سبحانه وتعالى أنا أقعد والله سبحانه وتعالى ييم لي رزقي متى ما شاء هنا عمر تركه لأنه علم بأنه متواكل وليس متوكل وأحمد بن خطاب حق الثاني وقال لنفس السؤال قال لشون شغلتك أنت قال لأنا أخوي يحتطب أخوي يحتطب يعني يجي مع الحطب يروح الجبل ويأخذ الحطاب وينزل بالسوق ويبيعه وياكل منك سبيدة ويعطيني أنا المكسوم يعني لما يبيع وياكل وياكل منك سبيدة يعطيني أنا فقال لعمر بن الخطاب أخوك أعبد منك ليش عمر بن الخطاب قال لك شدي لأن أخوه قاعد يشتغل ويكد ويتعب وهذا جالس وما يسوي أي شيء نهائيا وسأل الثالث عن شغله فقال له أنا دايما بالمسجد شوفني قاعد في المسجد وكل يوم حديلي يعطيني المكسوم حزتها عمر بن الخطاب كان ماسك عصه فضرب فيها وقال له هطلع من المسجد وروح السوق واشتغل على نفسك وهذا دليل أن وظيفتك وعملك عبادة يقول عمر بن الخطاب مكسبة فيها دناء خير من سؤال الناس وإني لأرى الرجل فيعجبني شكله أشوف الرجل ما شاء الله تبارك الرحمن شكله جميل وموره طيبة فإذا سألت عنه فقيل لا عمل له سقط من عيني فأنت لا توصل إلى هذه المرحلة أنك انت عطالي بطالي ما عندك شيء لا بالعكس عمل واشتهد والشغل ما هو عيد أهم شيء أنك انت تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى والأهم من هذا كله أنك انت تجعل عملك دائما عبادة لله سبحانه وتعالى علشان تؤجر عليه والله سبحانه وتعالى يغرقك بالأجر العظيم بإذن الرحمن وأوريكم شيء ممكن يكون شيء مجازة تشبيه يعني تخيلوا هذا المسباح السحري وحكيت المسباح وطلع للمارد وقال لي شباك ريوك اطلبوا تمنى تدروني شنو الشيء الوحيد اللي راح أطلبه منه طبعا ممكن تقولون فلوس وبيوت وقصور لا 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 الشيء الوحيد اللي راح أطلبه منه أنه يخلي الناس تحب عملهم يوالله العظيم يخلي الناس تحب عملهم وتتقنه لأسف في هذه المجتمعات وفي مجتمعاتنا بالأخص الناس تروح حق العمل مجرد أنها تروح حق العمل عشان المعاش وسلامه عليكم إذن تحب العمل لا والله أنا مجبور عليه إذن تتقن العمل لا والله أنا أي كلام أكروت الموضوع وسلامه عليكم وعليكم سمعوا معي هذه القصة في يوم من الأيام شركة جدا كبيرة في المقاولات والبنيان كان في هذه الشركة موظف وهذا الموظف تبارك الرحمن مشتهد وصار لسنين طويلة بهذه الشركة يعمل ويشتهد وهو مهندس جدا عظيم وكبير ومعروف ويشرف دايما على البنيان كبر هذا الرجل وصار كبير في السن وصار ما في مكان أصلا بالشركة لموظفين زيادة خاصة أن الشركة بحاجة إلى أذهان وأفكار يديدة للسوق بحاجة إلى أفكار شبابية للسوق فقرر صاحب الشركة أنه يحيل كل الناس اللي هم أكبار في السن إلى التقاعد ومن ضمنهم هذا المهندس اللي كان معاه لسنوات طويلة فقال له خلاص أنا ما أحتاجك بهذه الشركة يعني تبت روح تشوف لك مكان ثاني كيفك بس أنا بالنسبة لي هذه استطاعتي وهذه قدرتي وما أقدر أخليك زيادة لأن أنا أحتاج أفكاري ديدة أنت تبارك الرحمن ما قصرت إذا كالله خير وقومت الشركة من إله وسعيت واشتهت يعطيك العافية بس أنا الحين بحاجة إلى مثل ما يقولون تجديد الدماء في هذه الشركة فقال له هذا المهندس أنا ما شكيت لك الحال عشان تحيل لي أنت للتقاعد وبعدين أنا ليه باع طويل بالشركة أنت تدري إذا أنا طلعت من هذه الشركة أنت ممكن يعني اطيح لأن أنا من زمان عندك وحتى من قبل أنت تكون موجود أنا من أيام والدك أنا موجود بهذه الشركة وأنا من عواميد هذه الشركة أنت شو تستغني عني وأنا أساسا أني قومت هذه الشركة وقليتها من إلى وقليتها له باع كبير في السوق وقليتها أكبر من الشركات اللي هي بالمقاونات والبنيان في هذه المدينة فقال له صاحب الشركة هذه سياستنا لا أمره يعني مو شركته طبعا زعل وغضب لكن لا حول لها ولا قوة قال له صاحب العمل قبل أن تسلم كل أغراضك وقبل أن نحيلك فعلا للتقاعد أنا بيك بمهمة أخيرة عندي أرض كبيرة وأبي أبليها وبنيانها يعني الميزانية تبع البنيان مفتوحة سوي لي تبي فيها بس أبي بنيان اللي يشوفها يطيح من طوله بنيان جميل جدا وضخم جدا أبي جنة أبيك تسوي لي قصر فقال له المهندس حاضر وأبشر وفعلا باشر هذا المهندس ببنيان هذه الأرض لكن ما كان مثل ما كان في السابق ما كان مشتهد ويعمل بجهد كبير لا بالعكس كان يخلي العمال اللي عنده يروحون وييهم وهم وتأخر أو ييهم بين فترة وفترة وحتى المواد يأيب أتعس المواد اللي الموجودة بالسوق لأنه خلاص يعني شاف الموضوع أن هذا كحال للتقاعد وما قدر الموضوع ولا قدر يعني مهنتي ووظيفتي وأني أنا شاركت بنجاح هذه الشركة فأنا ليش أطور يعني من اسمه خلاص لأنه هو أستغن أنا أستغن المهم أنه بعد أشهر خلص بنيان هذه الفلا الكبيرة القصر طبعا الشكل من برة مثل ما نقول هلا هلا هم من داخل يعلم الله لأنه كان الأساس اللي هو العواميد اللي داخل والأساس كانوا سيئين يعني عادي جدا بأي وقت هذا كل البنيان هذا كل يطيح على رأس اللي داخل في الساحة الخارجية من الفلا عمل صاحب هذه الشركة حفل عشاء كبير جدا جدا على شرف الانتهاء من آخر عمل لهذا المهندس وهم يعني على شرف أنه خلاص رح يطلع من الشركة ويتقاعد فجاب كل الموظفين ووقفهم في هذا العوش وقال هذه الجمل الجميلة قال أنا ما أنسى في يوم من اليوم فضل هذا المهندس علينا وعلى الشركة بسببها إحنا صرنا من أفضل الشركات بهذه الدولة وإحنا اليوم نودع أحد عواميد هذه الشركة مثل ما أنت عارف يا مهندس أنا لك نهاية خدمة فأنت اجتهت وخدمت بحب وبضمير وخلاص وإتقان وإيه الوقت أنك تتأخذ ثمرة جهدك أنت حصدت والآن تأخذ ثمرة هذا الحصاد فقال صاحب الشركة شفت هذه الفلا اللي أنت بنيتها وسويتها ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا هذه الفلا أي مكافأتك لنهاية خدمتك طبعا هذا المهندس صعق انصدم وعض أصابع ندم ليش؟ لأنه ما أتقن عمل أهل الأخير لو كان متقن هذا العمل كان صارت هذه الفلا الضخمة ببنية على أساس كبير ضخم ضخم جدا لكن عدم الموبالات هدم كل شي بهذه القصة نعرف أهمية العمل وأن العمل جدا عبادة جميلة جدا 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 وكذلك أهمية الإتقام بالعمل في يوم من الأيام ملك عنده ثلاث وزراء ياب كل هذول الوزراء الثلاثة وعطى كل واحد منهم نفس الخيشة جيس وقال لهم الحياة أنا أدخلكم حديقة وبهذه الحديقة فيها كل ما لذة وطاق أبي كل واحد منكم أنت يا الثلاثة الوزراء تذهبون للحديقة وتترسون لي هذا أو هذه البكشة تمام تمام بس عندي شرق أنه لا أحد يشوف الثاني شنو يجمع كل واحد بحال سبيلة تمام الأمور طيبة وفعلا يذهب كل وزير لهذه الحديقة وكل واحد يضع بالبكشة أو بالخيشة واحد من الوزراء خذ أجمل الثمار الموجودة في الحديقة وحطها في الخيشة وعباها ليل مثل ما نقول نحن فل واحد ثاني خذ أجل التعس الثمار اللي طايح الطياح مثل ما نقول خذ أجل وحطهم قال أكيد هذا يعني ما راح يشوف ما راح يشوف شنو داخل أو بيشوف بس مجرد فأنا حط أعبي أي كلام ومن فوق زينة شوية وعطيه أما الثالث قال أكيد الملك قاعد يختبرنا أكيد الملك يبيشوف هل نحن نسوي هذا الأمر ولا لا فبس مجرد هو يشوف أن هذه الخيشة أو هذا الشيس مليانة أو لا فراح وخذ أوراق أي شيء يشوف مقطوط يحط داخل هذه الخيشة فلما رجعوا حق الملك فقال الملك حق حراسة أخذوا الوزراء وكل واحد حطوه في زنزانة وما عاهل الشيس اللي عباءه طبعا في واحد عباء بتخان وفي واحد لا مبالات وفي واحد يصوى لا همه فكل واحد كم يأكل من تعب جبينه ومن تعب إيده فهذا الوزير اللي جمع أجمل الثمار عاش منعم أما هذاك اللي جمع أي كلام ما أقول لكم عاش منعم لكن مشه طاف أما هذاك الثالث اللي جمع الأوراق أنا أتوقع أنه مات من اليوع فهذه القصة تبيلنا أن ثمرة الاتقان في العمل هي تحدد لك أنت شنو وأنت منه وأنت وين رايح وليش موجود بهذه الدنيا أتقن العمل عشان الله سبحانه وتعالى يحبك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم والأيام كان في جنازة تخيلوا أنه كان في حزن في جنازة جدامة أحد الأشخاص قاعدين دفن جدامة فكانوا الصحابة داخل القبر فكانوا يحطون اللبونات اللي هم الطابوك فأحد اللبونات كانت يعني شوي من عوية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حق الصحابة وهو في حزن قال لهم سووا هذه يعني عدلوا هذه الطابوكة فطلعوه الصحابة قال له يا رسول الله هل هذه ممكن أنها تؤذي الميت ممكن هذه تؤذي الميت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا فهذه القصة الجميلة اللي نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم الدلعن أن الإتقان شيء جدا جميل وهو كفيل بأنه يخليه الله سبحانه وتعالى يحبنا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه تبين الله سبحانه وتعالى يحبك اتقن عملك وحول هذا العمل اللي أنت قاعد تسويه في سبيل الله عشان يكون عبادة جميلة جدا وبإذن الرحمن تؤجر عليها جميل جدا لما الإنسان يعمل ما يحب فحبك لعملك رح يخليك تشتهد وتنجح نجاح جدا جميل وراح يخليك تبدع والإبداع يكمن في حبك للعمل كل ناجح سمعنا فيه وكل عالم أبدع باختراع ترى كانوا شغوفين محبين لعملهم اختار المكان الصح اللي تشوف نفسك فيه ونصيحة كان المكان اللي أنت فيه ما يطور من نفسك ويستنزفك أرجوك أرجوك بتعد عنا وابحث عن المكان تشوف نفسك فيه اشتركوا في القناة